أسلم عبدالله شريف أنه هو مش شغال عند حد أنا بقول لك يا عبدالله أنت شغال عند قطر والحلقة الوصل بينك وبين قطر زي ما قلت من شوية العقيد علاء عن أسوى هو ده حلد الوصل أهو أهو ده العقيد علاء عن أسوى بيدينه التعليمات عبدالله شريف بيأخل التعليمات أهو قدامنا وعبدالله شريف نفسه قال أنه أنا بأبض من قطر قال كده قال أنا بأبض من قطر قال لتحيا قطر تعالوا نسمعه فليسقط شرعكم يا عالم والتحيا قطر لأنه بتدفع له تحيا قطر لأنها بتدفع له تعالوا نستمعي له وبيقول بتدفع لي لما ييجي مثلا من قطر وتركيا تدفع لي فلوس عشان أهاجم السعودية والإمارات وما هاجمه همش أكل فلوس حرام يرضيك أنت يرضيك بيدافع عن قطر وبيعبد قطر من دون الله وأيضا بيدافع عن أردوغان اتكلم على أردوغان على إنه خليفة المسلمين وعلى إنه وإنه 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 لكن أردوغان نفسه ايه الموضوع فاكرين القصة برونسون أردوغان قال لن أسلم هذا القصة الأمريكي عبد الله سمعه سيخن معاه قالك ده بطل تعالوا نستمعي أردوغان لن أسلم قصة برونسون عبد الله قال ده بطل ولن يسلم تعالوا نستمعي إليه أمريكا بقى هي بقت كده ولا إيه؟ كده برضو تروحوا لروسيا وحشين طب إحنا بنطالب بالإفراج عن روبينسون بقى ومعاكم لغاية يوم اللي أربع بالليل وإلا هتندم أردوغان شايف إن تركيا مش أقل من أمريكا ولازم لغة الحوار يبقى فيها أدب وندية يعني لا ده هيتراجع ولا ده هيجيبوا لكن طبعا كان براهن على أردوغان لكن للأسف الشديد أنه أردوغان كسفه وتم الإفراج عن القص برونسون في واقعة أدت إلى فضيحة لأردوغان والأتباعه لكن الإخوان لم يعترفه بهذا ترجمة نانسي قنقر